فاسألوهم إن كانوا ينطقون قالوا كيف فعلك؟ قال هذا الكبير رأى الصغار يعبدون معه فغار كيف تعبدون مع الصغار؟ فحطمهم اسألوهم شوف مكسرين اسألوهم واسألوا الكبير لا يزال أمامكم غير مكسر فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم أخذوا يفكرون فقالوا إنكم أنتم الظالمون أنتم أصلا الظالمون أنتم لما تفكرون بعقولكم فعلا أنتم مخطئون أنكم تعبدون أصناما فقالوا إنكم أنتم الظالمون قال الله وهو يبين كبرهم وضلالهم وإصرارهم على الخطأ ثم نكسوا على رؤوسهم يعني انقلبوا على رؤوسهم صار يفكر بالمقلوب نكسوا على رؤوسهم صارت القدمان فوق الرأس لأنه ما يفكر صح الله تعالى جعل العقل والقلب جعلها في الأعلى تكريما لها لأجل أن يفكر الإنسان بها فإذا لم يفكر بها الإنسان صار حقيرا فصار مقلوبا قال الله ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أن تدري يا إبراهيم أنها لا تنطق كيف تريد مننا أن نسأله وأنها لا تنطق نظر إبراهيم إليهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون يا جماعة فكروا بعقولكم أنت شيخ كبير قد شابت لحيتك وأنت أنت عجوز كبيرة وأنت رجل تاجر وأنت إنسان مثقف يا جماعة تعبدون هالأصنام ليش يعني أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون جعل بعضهم ينظر إلى بعض قالوا والله كلام صحيح يا جماعة لو كانت الأصنام تدفع عن نفسها أو تنفعنا لنفعت نفسها لو كانت تدفع عننا الشر لدفعت عن نفسها لو كانت تكف عننا الأذى لكفت الأذى عن نفسها مدام الصنم ما استطع ينفع نفسه كيف ينفعنا يا جماعة بدأ بعضهم يتلفت على بعض فلما عجزوا عن قوة الحجة لجأوا إلى حجة القوة مثل لما إنسان يأتي ويتناقش مع إنسان آخر فإذا غلبه بالحجة قام هذاك وضربه طيب ليش تضربني نحن نتناقش يا أخي لماذا تغضب لماذا ترفع صوتك دائما ترى يا جماعة صاحب الحق ما يحتاج أن يرفع صوته لأن كلماته يعني رنانه وقوية كالسهم النافذ ما يحتاج أن يرفع صوته كلامه واضح يعني فقال الله تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين تنصرون آلهتكم يعني الآلهة ما تستطيع أن تنصر نفسها لا مدام الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها لماذا تعبدونها الإنسان ما يتقرب إلى شيء ويبذل له ماله أو وقته أو جهده أو أعماله إلا وهو يرجو منه نفعا أو كشفضر مدام الآلهة ما استطاعت أن تنفع نفسها يا جماعة لماذا تعبدونها إذن قالوا حريقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وفعلا أخذوا إبراهيم ربطوه عليه السلام جعلوا يجمعون الأخشاب والحطب لأجل حرقه يقولون حتى كانت المرأة إذا التي تتعسر ولادتها طبعا جلسوا وقتا يجمعون الأخشاب وهم ربط مسجون يعني يومين ثلاثة أربعة خمس أيام عشر أيام وصارت المرأة التي تعسرت ولادتها تنذر للآلهة أنها إن تيسرت ولادتها أن تجمع حطبا لحرق إبراهيم تخيل وصار الفقير ينذر للآلهة إن أغنته أن يجمع حطبا لحرق إبراهيم انظروا سبحان الله للضلال أحيانا كيف يصل ببعض الناس قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وفعلا جمعوا هذا الحطب وأشعلوا نارا عظيمة حتى أرادوا أن يقتربوا من النار لطرح إبراهيم فلم يستطيعوا أن يقتربوا من شدة حرارة النار ووضعوه على منجنيق منجنيق يعني شيء له كفة هكذا يربط بعصى ويجعلوا يربطوا بالحبال وكذا ثم إذا قطعت الحبال انطلقت هذه الكفة هرمت ما فيها مثل المدفع يعني يرمي إلى شيء بعيد فجاء وضعوا إبراهيم مربطا نزل إليه جبريل قال ألك إلي حاجة؟ قال لا لا أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم الملائكة العظام كلهم ينتظرون الأمر من الله لإنقاذ إبراهيم ملك الجبال ينتظر الأمر ملك المطر ينتظر الأمر ملك الأنهار ينتظر الأمر ملك البحار ينتظر الأمر كلهم جبريل ينتظر الأمر ملك الأرض ينتظر يخسف بهم كلهم ينتظرون الأمر ويرقى إبراهيم عليه السلام ويقول الله تعالى قالوا حريقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لو قال الله لها كوني بردا دا تجمد إبراهيم لكن الله قال كوني بردا وسلاما فأكلت النار القيود التي في يده الحبال وجلس إبراهيم في النار بردا وسلاما على إبراهيم قال الله وأرادوا المجموعة به كيدا فجعلناهم الأخسرين وفي آية أخرى فجعلناهم الأسفلين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إلى آخر الآيات في ذلك وفق الله تعالى إبراهيم بعدها وتزوج ورزق بأولاد وانظر كيف جعله الله تعالى أمة لما صبر على البلاء الذي ابتلاه الله تعالى به أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يتينا حكمة في القول وثباتا على الرشد وصحة في العمل وقبولا وإخلاصا في نياتنا إلى لقاء آخر أيها الإخوة والأخوات استودعكم الله وإلى قصة آية أخرى إن شاء الله في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر